اشتركوا في القناة احدثوا بأن قوات الجيش تسير وفق خطة عسكرية مدروسة مضيفا بأن المدفعية الثقيلة للجيش شجحت في استهداف تجمع للميليشيات والمرتزقة كما أكد المدني أنه تم استهداف تجمع آليات للميليشيات بالقرب من كربة المصراط بمحور صلاح الدين بشكل مباشر نتج عنه تدمير أربع آليات على الأقل مقتلي وجرح من فيها من جانبي أكد المتحدث باسم الإعلام الحربي لعملية بركان الغضب عبد الملك المدني اليوم الخميس أن قوات الجيش الليبي شنت منذ ساعات الصباح الأولى هجوما على تمركزاته ومرتزقة ميليشيات مجرم الحرب حفتر بمحور هيش ريدات والمصاحبة قرب ترهونة وضح المدني أن قوات الجيش استردت تمركزاتها التي انسحبت منها أمس كما نجحت في السيطرة على مواقع جريدة باتجاه منطقة المصاحبة أكد المجلس الرئيسي بحكومة الوفاق في بيان له اليوم الخميس على استمراره في الدفاع عن العاصمة وضرب بؤر التهديد أينما وجدت وإنهاء المجموعات الخارجة عن القانون المستهينة بأرواح ليبين في كامل أنحاء البلاد المجلس في بيان رد على الهدنة الإنسانية التي دعا لها الناطق باسم الميليشيات أكد أنهم كانوا وما زالوا ملتزمين بحقن الدماء الليبيين كما وقع على وقف إطلاق النار بعديد المناسبات إلا أن ميليشيات حفتر خرقت الاتفاق عدة مرات وأضاف الرئاسي أن ما سبق من انتهاكات وخروقات يجعلنا لا نثق أبدا فيما يعلن المعدين للهدنة لأنهم اعتادوا على الغدر والخيانة أعربت البعثة الأممية عن قلقها البالغ زاء ارتفاع عمليات القتل على أيدي عناصر تابعة لميليشيات مجرم الحرب حفتر ومن الهجمات العشوائية التي طالت المدنيين في الآوينة الأخيرة وأوضحت البعثة في بيان لها مساء يوم الخميس أن التصعيد في الأعمال العدائية تسبب في زيادة الخسائر في صفوف المدنيين إلى أربع وستين حالة وفاة وسبعة وستين إصابة بشروح ما بين الفترة من واحد يناير إلى واحد وثلاثين من شهر مارس حسب نص البيان نايت الموجز إلى اللقاء موسيقى